اهلا وسهلا بحضراتكم عاملين ايه رب تكونوا بخير وبصحة جيدة جايب لحضراتكم النهاردة موقع رائع جدا موقع محدش اتكلم عنه قبل كده للربح من الانترنت فقط وحصريا لحضراتكم الموقع اللي انا جايبه لكم النهاردة ببساطة اسمه موقع تس والموقع ده مختص فيه المجال التعليمي واللي بيتيح لحضراتكم جميعا وبشكل مجاني النقط الفاعله الماتيريالز او المواد التعليمية بشكل مجاني تماما مع تحديد قيمة السعرية للماتيريالز دي او الفايلات التعليمية اللي انتو بترفعوها عليه وبالمقابل انتو بتبتدوا على كل حد بشتري من حضراتكم الماتيريالز او المواد التعليمية دي بتبتدوا ان انتو تحصلوا الارباح بتاع حضراتكم اللي بيميز الموقع ده ان زي ما وضحت لحضراتكم واحد انه مجاني تماما من اول التسجيل عليه للشغل عليه في نفس اللحظة اللي انت خلصت فيه تسجيلك على الموقع اتنين هساعدك بموقع بيديك كل التعليمية اللي انت ممكن تكون عاوز تنشئها مهما كانت آآ في بالك بضغط زر واحدة بيقدر ان هو يديك تعليمية خارقة احترافية بشكل رائع جدا وبتقدر تحصل عليها كملف بتقدر تحصل عليها كملف زي ما انت عاوز هنقدر ان احنا نشتغل بدون ما يكون عندك اي خبرة او راس مال على الاطلاق جاي بي لحضرتك النهاردة كنز بالمعنى الحرفي لكلمة وتحدي لو لقيت اي حد على الانترنت تشارح الموقع اللي انا جاي بولو حضرتك على طبق من زهب زي ما بيقولهم قبل ما اتعرف على موقع تس وازاي بنشتغل عليه حابب انوه عن المسابقة الاسبوعية اللي هتنتهي الجمعة بازن الله تعالى الساعة داشر ونص مساء واللي قيمة الجيفاوي بتاعتها هي خمسين دولار بتقدم لخمس فائزين هيتم الاعلان عنهم على قناتنا على تليجرام فيسبوك واتساب في شروط بسيطة للجيفاوي او المسابقة الاسبوعية بتاعتنا عشان حضرتك تكون مؤهل للفوز بيها ان حضرتك بتعمل لايك للحلقة انك بتكون عامل اشتراك في القناة ومفعل زر الجرس وانك تجاوب على سؤال المسابقة اللي هتدي اطراحه على حضرتك بشكل عشوائي خلال مدة الحلقة هي دي الشروط ببساطة اتمنى مشاركتك في الجيفاوي لعله وعسى يكون لحضرتك نصيب في الفوز بالجائزة الاسبوعية يلا بنا اا ما نطورش اكتر من كده ونبدأ في الشرح العملي والتطبيق العملي على واحد من اكتر المواقع المشهورة في الدول الاوروبية ودول الغرب موقع تس تمام شباب طبعا بالنسبة للتسجيل على الموقع هنشوفهم مع بعض في آآ نهاية الحلقة بعد ما خلص شرح الموقع ازاي بتشتغل عليه وازاي بترفع شغلك عليه عشان بس ما شتلش حضرتكم وما تقلقش والله العظمين من التسجيل مجاني وسهل جدا عشان الناس اللي بتتخوف من الجزائي دي ما تقلقش التسجيل من اسهل ما يكون في دقيقة واحدة بتكون عامل لوجين على الموقع وبتشتغل بنفس الطريقة اللي احنا شغالين بها طيب انا كل اللي بعمل له دلوقتي لو انا رجعتم مع حضرتك خطوة والولا كل اللي بعمله ان انا بروح لحاجة اسمها الاثر داش بورد بتاعتي بعد ما روحت الاثر داش بورد بتاعتي كل اللي انا هعملوا ان انا عمل حاجة اسمها عشان وهضر ان انا ارفع الملف التعليمي ايا كان لận third term ممكن ارفع حاجة الليها علاقة الكتب تلوين ممكن ترفع اي حاجة انت عاوزنا مش شرط للاطفال. ممكن ان انت تعمل آآ ملف تعليمي بشرح الجهاز التنفسي. ممكن آآ تعمل ملف تعليمي بشرح جسم الانسان. ممكن تعمل آآ ملف تعليمي لالماس او الرياضيات. ممكن تعمل ملف تعليمي للغة الانجليزية للغة الفرنسية للغة الاسبانية. يبقى انت ممكن هنا ان احنا نشتغل في اي حاجة تخص التعليم ونرفع اي حاجة احنا عاوزينها. طيب يا مبارك انا والله جينا في الصفحة دي اللي بيطلب من هنا ان احنا نحط اسم الملف بتاعنا او اسم بقى المحتوى التعليمي اللي في الملف ده. والوصف اللي في الملف التعليمي بتاعنا. قبل ما نخش للجزئية دي لازم نبعرفين الاول احنا ازاي نقدر نعمل الشغل بتاعنا? ازاي نجاهزه? ونيجي نقدمه هنا في موقع تس. ده اللي هيودينا للموقع رائع جدا. اللي مش هنستخدم غيره في حلقة النهاردة وهو موقع ديفت. جميل جدا شباب فاحنا دلوقتي على موقع ديفت. اللي بيساعدك في الموقع ده ان هو يقدر يعمل لك اي محتوى تعليمي انت عاوزه. هو مختص فقط في ان هو ينشل ينشئ لحضرتك المحتوى التعليمي. مش بس كده ده بيوفى لك الصورة بتاعة الموضوع التعليمي اللي انت عاوزه. بيوفى لك الموضوع نفسه او الشرح نفسه. بيوفى لك اسئلة خاصة بالموضوع. بيوفى لك اجاباتها. بيوفى لك نمازج. وحاجات كتيرة جدا رائعة جدا في الموقع ده. هنشوفها مع بعض حالا. طيب انت دلوقتي مش عارف تعمل مواضيع التعليمية عن ايه? طيب انا عملت ايه? رحت على شاتجي بيتي. وطريق اديني بعض المواضيع التعليمية في العلوم عشان اقدر اعمل من خلالها كورسات. اداني كزا موضوع زي ما انت جايف. على سبيل المثال الكيميستري بيزيكس او اساسيات الكيميام. اديني جوا منها ادي موضوع اثنين تلاتة اربع خمسة. هبتدي اخد اول عنوان مثلا اللي هو بالشكل ده. واجي هنا في موقع وحطه في البار ده. بص معي في الجزئية دي. حلو قوي. اللي هيقرأ الموضوع التعليمي ده اي جراد بالزبط. ممكن بقى الجراد ده عشان اللي هو المستوى التعليمي. مين اللي يقدر يفهم الموضوع ده. لو انت مش قادر تحدد الجراد ده واتممكن ترجع للشاتجي بيتي وتقول له حدد لي الجراد المناسب للموضوع ده. فزي محضراتكم شايفين جيت سألت فعلا السؤال ده قلت له هو الموضوع الخاص باساسيات الكيميا مناسب لأي جراد بالزبط من جراد اثنين لحد جراد حداشر واكتر حدد لي الجريد المناسب او الفئة العمرية المناسبة للموضوع ده. وابتدي اقول له ابدأ. ولاحظ معي صديقي يبتدي يقسم لي المواضيع المناسبة لكل فئة عمرية في الموضوع اللي انا عاوز اتكلم عليه اللي هو الكيميستري بيزيكس او الكيميات. قال لي والله من جريد اثنين لجريد اربعة. دي المواضيع اللي انت ممكن تتكلم عنها وتعمل عنها كورسات او مواد تعليمية. جيه بعد كده من لقالي الموضوع او لقيت الموضوع اللي انا عاوز اتكلم عليه اللي هو من الخمسة من لحد معنا كده ان الموضوع اللي فوق اللي انا عاوز اتكلم عليه اللي هو فين? اللي هو دوت. واللي انا اخترت ان انا اشتغل عليه في موقع لازم يندرك بتاعت الفيفس للسيفنس جريد. انا ممكن اختار اه سيكس جريد. يبقى ما بين الاتنين. بعد كده هقول له جينيريت ريسورسس. جميل جدا هيبتدي يشتغل على المحتوى التعليمي اللي احنا عاوزين ننشئه. انا هنا بعلم حضرتك ازاي وانت ما عندكش اي خبرة اطلاقا. ما عندكش فكرة ازاي تنشئ حاجة زي كده بديك كل الادوات المجانية كل التفاصيل بشكل سريس وبسيط. عشان تقدر تشتغل بدون اي مشكلة على الاطلاق. لاحظ معي العظمة اللي الموقع ده بيعملها لنا. طبعا زي ما حضرتك شايف اداني الجدول الكامل بتاع تقدر ان انت تختار الصورة المناسبة. بيديك اكتر من صورة. تختار انت الصورة اللي انت شايفة من وجهة نظرك مناسبة. وتقدر ان انت تشتغل عليها. انا بالنسبة لي الابيض واسود دي حلوة ما فيش فيها اي مشكلة. كسبيل وميديك كمان برضو فيه حاجة بسيطة زي كده. ولكن ده بيعبر اكتر عن المحتوى التعليمي. طبعا ده العنوان اللي احنا طلبنا فيه الموضوع التعليمي بتاعنا. لو بصينا تحت هنلاقي ان هو فيه هنا موضوع اتكتب عن الجزئية اللي احنا بنشرحها. بيشرحها بشكل كويس جدا. بيشرحها بشكل آآ رائع جدا. بعد كده بيدي بعض النقاط التلخصية في الكلمة اللي اسمها آآ ساماري. بعد كده بيدي اهم الكلمات الاساسية في الموضوع ده. بيبتدي ان هو نيوكلس. بروتونز. الكترونز. اتوميك. آآ بريوديك. يعني بيبتدي يطلع اهم الكلمات الرئيسية اللي في الموضوع ده. واللي مبني عليها اصلا المحتوى التعليمي الخاص بالفقرة دي. طب. لو نزلنا تحت بيتلاقي ان هو كمان بيوفر للموضوع التعليمي ده. بعض الاسئلة الرئيسية عشان اللي الطالب او الشخص اللي اشترك كورس منك او اشترك الملف التعليمي بتاعك يقدر ان هو بعد فهم الدرس اللي انت بتقدمه له يقدر ان هو يلاقي اسئلة يطبق عليها. طيب الاسئلة دي انت مش عارف اجابتها لو دست على شو انسر كده بيبتدي يقول لك والله الايجابة رقم ايه هي الايجابة الصحيحة. هنا بالنسبة للسؤال التاني ايجابة رقم بيه هي الايجابة الصحيحة. يعني بيبتدي ان هو يظهر لك كمان الاجابات. بس كده لا يا سيدي ده جيه تحت تقال لك فيه كمان حاجات اسمها الشورت انسر كويتشنز. بتبقى اسئلة الاجابات بتاعتها بتبقى اجابات قصيرة. بعد كده دي اللي هي يعني زي ما تقول ايه بيبقى يعني عصف زهني. بيبتدي ان الطالب او شخص ده ييفكر مع نفسه عن طريق الاسئلة اللي موجودة دي. ممكن ان انت تزود الاسئلة دي عن طريق بالشكل ده تقول له والله يزودها لي خليها خمسة. وتقول له هتليه زود لك الاسئلة دي هيزودها لك. بص معي باقي التمن اسئلة مفتاحية للدرس التعليمي اللي احنا بنتكلم عنه. طيب انت خلصت دلوقتي المحتوى التعليمي بتاع حضرتك وكل امورك تمام? عاوز تنزل بقى الملف ده عشان تقدر ان انت ترفعه على موقع التس وتحط له قيمة سعرية وتقدر ان انت تبيعه. كل ان انت هتعمله بانطهر البساطة يا صديقي. ان حضرتك بتيجي من فوق العالمين كده بتلاقي export your content to. هتدوس على علامة بالشكل ده. بعد كده هتقول له هتعلم على كل الاختيارات دي عشان تلقي كل حاجة انت عملتها في الدرس بتاعك من اول الصورة للانوان لشرح الفقرة او الفقرة التعليمية او الجزئية التعليمية اللي احنا اخترناها. يبقى كل التفاصيل بالاسئلة بالاجوبة بكل حاجة موجودة في الملف ده. بعد كده بتقول له على كلمة export من تحت تعليمين. هيبتدي ان هو يجهز لك الملف بتاعك. طيب جي بعد كده قالك انت عاوز تنزل الملف ده بدي اف ولا آآ وورد انت هتعمل له شير على طول اونلاين. فانا بنزله بدي اف. جميل جدا شباب هنلاقي ان الملف بدي اف بتاعنا نزل ما فيش فيه اي مشكلة خليني افتحه مع حضراتكم. لاحظ حضرتك معي الاحترافية والجمال اللي اتعمل بها الملف التعليمي بتاعي لموضوع بس انا اتكلمت على اللي هو بص معي ادي الصورة اللي كانت في الاول نزلت معنا. بعد كده العنوان. بعد كده شرح الفقرة اللي احنا او النقطة الاساسية اللي احنا بنتكمل عليها. متكملة معنا. بعد كده او ملخص الدرس ده. بعد كده اللي هي الكلمات المفتاحية زي ما اتفقنا. وامثل عليها كمان في جمل آآ للتوضيح اكتر. لو نزلنا تحت هنلاقي اللي هي الاسئلة بقى اللي كانت موجودة في قلب الدرس. بعد كده اللي هي الاسئلة اللي يجابتها بتبقى قصيرة بيبتد ان هو الطالب يجاوبها في الجزئيات اللي انت شايفها متحددية اللي هي تبص معي اللي احنا اضفناها وخليناها تمن اسئلة بص معي. بقى عندك درس كامل متكامل انت ما تعبتش فيه في اي حاجة. عفوا عكست الشاشة او المهم ان انت بقى معاك دلوقتي درس كامل متكامل تقدر ان انت تحط له كيمة صعورية وتربح من خلاله. طيب انا دلوقتي عندي ملف ده ولكن قبل ما ارفعه محتاج ان انا انزل كوفر برضو للملف ده. فهرجع تاني على دفت. وابتدي اجي كده انزل الصورة دي. كليك يمين. سيف اميج از. وانزلها على هيئة جي بي جي. هي تنزل معاك صورة ما تقلقش مفيش فيها اي مشكلة لو حضراتك شغال من الموبايل سكين شوت عادي جدا. جميل جدا جدا يا بقى زي ما حضراتكم شايفين بقى معانا المحتوى التعليمي نفسه وبقى عندنا غلاف او صورة بتعبر عن المحتوى التعليمي اللي احنا انشألناه مع بعض دلوقتي. طيب الدور دلوقتي على ايه? ان احنا نروح على تس ونفيد ان احنا نرفع عليه الملف التعليمي بتاعنا. فلو حضرتك ملاحظ احنا كنا متوقفين على الصفحة دي. وكل اللي احنا هنعمله دلوقتي ان احنا نحط العنوان بتاع الملف التعليمي بتاعنا. ممكن ان انا ارجع اخده عادي جدا من هنا او من الفايل بتاع مفيش اي مشكلة واجي احط العنوان هنا. بالنسبة للوصف بتاع المحتوى التعليمي اللي انا رفع. ممكن ان انا ارجع كده وناخد السملي نفسه اللي مكتوب. السملي فقط لغير بالشكل ده. وارجع احطه هنا في الوصف. تمام? ممكن اعرضي بقى النقط دي اشيلها كده. حلوة. بقى عندي وصف للمحتوى التعليمي. آآ للملف اللي انا رفعته. دلوقتي نقص ان احنا ندوس ونروح للقطوة التالية ولكن قبل ما نخش بقى ونكمل مع بعض دينا. ده وقت سؤال المسابق الاسبوعية والجفاوي اللي قمتها خمسين دولار هتقدم لخمس فائزين. بيتم الاعلان عنهم يوم الجمعة ان شاء الله مساءا. وسؤال المسابقة البساطة بيقول ما هو اسم الدرس الذي تم عمله في حلقة اليوم. يعني ما هو المحتوى نفسه. آآ آآ عبر عن اللي انت شفته وفهمته في التعليقات تحت. بالشكل اللي انت شفه مناسب. انا مش محتاج اجابة آآ نموذجية معينة. لا انت فهمت ايه لحد هذه اللحظة عملنا محتوى تعليمي في اي مجال بالزبط. كل اللي عليك ان تكتب لي الكلام ده في التعليقات تحت. بالطريقة اللي تعجبك مفيش في ها اي مشكلة ومتنساش تكون اعامل لايك للحلقة اشترك في قناة ومفعل زر الجرس. ده من اهم اسيات آآ شروط المسابقة بتاعتنا والجفاوي عشان تكون مؤهل لاستلام الجايزة بتاعتك. تمام? يلا بينا نكمل عشان بس ايه? انا عارف الحاجات دي ممكن تشطط حضراتكم. ولكن عشان الناس المهتمة بالجيفاوي الاسبوعية او المسابقات الاسبوعية. طيب. نرجع تاني كده وندوس كونتينيو. حلوة اوي. هنا بيطلب من حضرتك انك ترفع بقى الملف بتاعك. اللي هو ايه? اللي هو اللي جوه منه المحتوى التعليمي بتاعنا. وهبتدي ان انا ارفع الملف مع حلالتكم بالشكل ده. واقول له اوبن. هبتدي ان هو يحمل معي الملف بتاعي. طيب. وطيب اه آآ هيبتدي ان هو يسألك على السؤال ده. فلو فتحناها مع بعض هو عبارة عن ايه? هو عبارة عن كويز? ولا عبارة عن مراجعة على درس معين? ولا هو عبارة عن listen? هو عبارة عن listen. احنا بنشرح listen في جزئية معينة في basic chemistry او اساسيات الكيميا فبالتالي هو listen كامل. بنتكلم فيه عن جزئية معينة بالاسئلة بالاجوبة بالعصف الزهني بكل حاجة. طيب. بنرجع ننزل تحت كده عفوا. ونبتدي ان احنا هنا نرفع الصورة اللي انا قلت لك نزيلها خاصة بالدرس ونقول له upload ونرفع الصورة مع بعض من choose file. ونختار الصورة مع بعض بالشكل ده ونقول له open. حلو قوي. بعد كده بيقول لك انت عاوز تعمل crop لها عاوز تصغر عاوز تعمل اي حاجة انا حاول ازبطها كده بالشكل ده. حلو? بعد كده اقول له done. هيبتدي ان هو يرفع الصورة معنا بالشكل ده. حلو قوي. ان لو في اي لينك فيديو مثلا مشروح على على فكرة ميزة حلو قوي ان انت كميل لو عامل قناة على اليوتيوب مثلا او على تيك توك او على انستجرام وانت مثلا مدرس او حاجة هتقدر ان انت تحط لينك الفيديو بتاعك في الجزئية دي. دي حركة خطيرة جدا وبتعلي جدا اا لو حضرتك اا مدرس وداتا خصوصك لا يعني هتفرق في مستقبلك اا كتير جدا جدا خصوصا ان الموقع ده يا جماعة لو انت بقى مدرس لو الناس اللي هي بتتفرج علي خريجة مثلا اا التربية قليلة التربية في هنا في خانة تقدر ان انت عن طريق البروفيل بتاعك وعن طريق السي في انت بتنشيء السي في هنا بيبقى في استكتاب من المدارس لحضرتك ممكن يجي لك ان انت تشتغل في مدارس انترناشنال وممكن في دول برا كمان فدي حركة حلوة قوي لو انت مدرس ولكن ده ما يخصناش احنا للباحثين للربح من الانترنت احنا شغالين بالطريقة اللي انا بشرحها لحضرتكم بدون اي مشكلة على الاطلاق دي كانت ملحوظة بس للناس اللي هي خريجة التربية او هو مدرس الشاطر وعاوز ان هو يتفتح له فرص عمل اه سواء في بلده او برا بلده فدي اه فرصتك استغل لها بعد كده هتوس continue ونكمل على الخطوة اللي بعد كده المين ايج رينج اللي هو المدى العمري المناسب فانا لو جيت فتحته بالشكل ده زي ما اتفقنا هو من خمسة لسبعة ده المناسب وده اللي شج بيتيه وضح هنا عشان كده قلت لك مهم جدا لان ان انت برضو تعرف المحتوى التعليم اللي انت انشأته ده مناسب لاي فئة عمرية بالزبط هتحتاجه في الخطوة دي زي ما احنا عملنا بالزبط اه دي مش نعمل فيها اي حاجة اي حاجة سيبها متشغلش بالك بيها طيب الكاتيجوري او باندرك تحت اي تصنيف بالزبط المحتوى بتاعك لو فتحناها بالشكل دوت اه انت تقدر تختار الكيميستري انا شغال على كيميستري فانا بختارها الكيميستري لو هي كمبيوتر لو هي ارت لو هي بقى لغة انت عامل مسلا حاجة عن اللغة العربية تختار عامل حاجة عن اللغة الانجليزية تختار انجليزي فرنساوي وهكذا اي ان كان المحتوى التعليمي اللي انت بتعمله انا هنا كيميستري شغال على محتوى خاص بالكيميستري لانا اختار حاجة ليه علاقة بالموضوع اللي انا شرحته فمسلا هاختار بالشكل ده ده تقريبا كان محتوى الدرس بتاعي بعد كده هقول له continue حلوة وينيجي بقى للجزئية الخاصة بالسعر بص يا صديقي هنا الموقع انت دلوقتي بتاخد هام الشبح لو انت ملاحظ معي سيتين في المية من السعر اللي انت حطه يعني انتي هنا مثلا مثل لو انت حطت هنا السعر بتاعك عشرة دولار فانت بتاخد ستة دولار هامش ربح والموقع بياخد اربعة دولار اقتطاع من السعر نفسه طيب ده ليه لان انت حضرتك لسه فيه البرونز ليبل طيب عشان نفهم اكتر الجزئية دي هنا صديقي موضح لك ان انت في الاول بتبقى في البرونز من اول زيرو مبيعة لحد الف مبيعة انت دلوقتي في البرونز هامش الربح بتاعك ويبقى 60% من القيمة السعرية اللي حضرتك حددتها. طيب لو انت حققت اكتر من 1000 مبيعة من 1000 مبيعة لحد 6000 مبيعة هامش الربح بتاعك على سعر ان انت بتحطه بيبقى 70%. طيب لو انت في خانة الجلد عملت اكتر بقى من 6000 مبيع انت بتاخد 80%. يعني انت لو حاطت سعر المنتج بتاعك 10 دولار بتاخد 8 دولار هامش ربح. عاوز اقول لك ان موقع تسق الزيارات الشهرية بتاعته تقريبا 3.5 مليون زيارة شهرية. الموقع ده متخصص في المواد التعليمية فقط. الناس اللي كانت بتحب موقع الناس اللي هي كانت بتشوف موقع تيتشر في تيتشر واللي هو بفلوس دلوقتي للأسف. الموقع ده مجاني تماما يا جماعة رائع جدا حرفيا حتى لو انا حطيت القيمة بتاعتي هنا خمسة دولار تمام? وهاخد مثلا هامش ربح اتنين دولار ونص او تلاتة دولار انا بالنسبة لي مرضي. تمام? يعني انا بالنسبة لي ده جميل جدا. ليه? لان الموقع ده مستهدف من قبل اولياء الامور ومن قبل الطلاب والموقع ده تصنيفه جامد جدا 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 في دول الغرب وامريكا وكلام ده كله. لا لازم تشتغلوا عليها يا جماعة ما فيش اي كلام خصوصا الناس اللي هي لها شوية في مجال التعليم او اللي بتحب تعمل كورسات ده مكانك اشتغل ما تتأخرش ودع ثانية واحدة. ويا ريت لحد هذه اللحظة لو انت مبسوط باللي انا بقدمه لك في حالة النهاردة ما تكونش نسيت تعمل لايك للحلقة. لان اللايك بيساعدني جدا جدا ومش هيكلفك اي حاجة. وفي نفس الوقت بيدعمني زهنيا ان انا اقدم لحضراتكم كل جديد وكل ما هو متميز وما تشرحش قبل كده في اي مكان تاني فقط لأسرة فكرة تانية والناس اللي بتهتم بالمحتوى التعليمي الربحي مش المحتوى الربحي فقط. لان المحتوى الربحي فقط ده غالبا بتشوبه بعض الشكوك ومش بيبقى ذاتها مصدقية قوي ولكن المحتوى التعليمي الربحي اولا بيزودك معلومات وخبرات كافية تساعدك في حياتك. وفي نفس الوقت بيدعم فرص ربحك بشكل جيد جدا من على الانترنت. تمام? فدي بس سكالة معلومة لواجه الله تعالى. طبعا في نظام كمان اخر ان انت تعمل الملف بتاعك التعليمي بشكل مجاني. ولكن ممكن تعرضه بشكل مجاني ان اللي ياخده منك يقدر ان هو في نفس الوقت يعمل لك حاجة اسمها كريدت او تبرع لحسابك او البروفيل بتاعك. فانت هنا هو اخذ حاجة مجانية يبتد ان هو بقى يدفع لك الحاجة اللي هو شايفها مناسبة بالنسبة لها. ممكن هو لقى حاجة واو ما كانش لقيها في اي مكان تاني فيديك على طول عشرة دولار عشرين دولار تلاتين دولار زي ما هو عاوز بقى بيدفع. تمام? دي انت ممكن تعملها في البداية انك بتجمع جمهوري طابعك يشوف الشغل بتاعك اول باول في البروفيل بتاعك. اه تقدر ان انت تعمل عشرة اه لعشرين كورس مجاني. بعد كده الكورسات بتاعتك كلها تبقى اه بقيمة مادية زي ما انت بتعمل كده. حالو? ليه? انا بقول لك الحلقة دي لان الحلقة دي هتبني لك جمهور هتبني لك ناس عوزة تابعك ومهتمة خلاص شافت الشغل بتاعك اه شافيته بانها بشكل مجاني وبالتالي هي منتظرة منك اللي هيجي بعد كده. فلما جيت بعد كده تحط كورسات بفلوس هي ما عندهاش مشكلة تدفع الخمسة دولار على فكرة والستة دولار لان هي بالفعل عجبها المحتوي اللي انت بتقدمه والشغل اللي انت بترفعه. فانت واحد ما تعرفش اي حاجة فيه المجال التعليمي. شاتجي بتي اداك المواضيع. انا مثلا اخدت موضوع واحد بس في اسسات الكيميا. ممكن ان انت تعمل ملف في اسمه جوه منه جوه منه جوه منه مش عارف ايه جوه منه مش عارف ايه. عملت ملف واحد باستخدام موقع جمعت فيه المواضيع دي كلها في ملف واحد. واجي هنا اخلي الملف دوت كيمته مثلا عشان دولار بس هو اه موجود في كل المواضيع دي اللي انا ممكن اوضحها فيه الوصف بتاع الملف. تمام? فدي طبعا كلها اه مطروقة لاختيار حضرتك ومطروقة لطريقة الشغل والابداع الخاصة بحضرتك. طيب بعد كده هعمل ايه? هدوس على كلمة continue. بعد كده هقول له ان انا صاحب الشغل ده انا اللي عامل الشغل ده بنفسي مش وقده من اي حد تاني او نسخه مسلا لا انا اللي عامل الشغل ده بنفسي انا اللي تعبت في البحث في شاتجي بتي انا اخترت المواضيع بتاعتي انا اللي اخترت على اشتغل عليها باي طريقة بالزبط بالمناسبة. موقع يا كماعة انت ممكن تعمله اللي انت عاوزينه. يعني ممكن تغير الموضوع ده تخليه باي لغة انت عاوزها. يعني انت دلوقتي تطلعت الموضوع بتاعك باللغة الانجليزية ممكن تخليه باللغة العربية. يا الكلام ده يا جماعة كنزل اي حد مدرس او كنزل اي حد اه في المجال التعليمي. تمام? هتلاقيه حول لك الموضوع كله باللغة العربية. بص معي. باللغة العربية. كله باللغة العربية. حتى الاسئلة حتى كل حاجة بقت باللغة العربية. طبعا تقدر تعمل الكلام ده باي لغة انت عاوزها من كلمة تمام? انت مش مدرس ما لكش ده وانا بكلم الفئلة هي ممكن تكون خريجة آآ تربية. تمام? انما احنا شغالين عادي انا اصلا آآ يعني بشرح لك طريقة ربح من الانترنت وبنوه على الحاجات اللي تهم من بعض الناس او بعض الفئات. تمام? طيب انا علمت عن الاختيار ده كل اللي انا هعمله دلوقتي ان انا ادوس عشان يتم آآ نشر المحتوى التعليمي بتاعي على موقع تس طبعا بيتم مراجعاته الاول من قبل الموقع. بعد كده بيتم نشره مفيش فيه اي مشكلة فهدوس بالشكل ده. حالو? بيقول لي نايز دلوقتي آآ بيبتد ان هو يراجع الملف بتاعي في تلات ايام عمل خلال تلات ايام عمل. ممكن خلال الساعة اتنينية قبل خلال يوم خلال الاتنين. المهم ان انت خلال تلات ايام عمل عادي انت ممكن تشتغل ترفع ما توقفش شغل. هو بيديك هنا آآ الملف بتاعك بيتراجع فقط لغير. ولكن انت الدول الاساسي دلوقتي ان انت تبني ترفع شغل كتير. اشتغل كسف شغلك. كل ما انت هترفع محتوى تعليمي كتير على الموقع. كل ما الناس هتشوفك كتير. كل ما الناس هتشتري محتوىك. كل ما الناس هتتبعك اول باول. كل ما ده رائع جدا. ما انفعش ان انت تفوت الموقع ده ما انفعش. يعني بيديك كل حاجة مجانية والله العظيم. يبقى ايه حيب جيتك غير ان انت تستمر وتشتغل على الموقع ده. عشان برضو تتابع الشغل بتاعك انت ممكن تدوس على كلمة بالشكل ده. بص انا عندي هنا كورس اللي انا رفعه مع حضراتكم اهو. كنتوا خمسة دولار بتعرف الكورس ده محقق بالزبط ارباح. عامل كام مبيع من الناس اللي شافته. يعني ممكن الناس تبقى شافة الكورس بتاعك. اه بس ان ماشترتوهش. في الحالة دية لو لقيت كتيرة جدا والمبيعات قليلة قوي. معنى كده ان فيه اهتمام على الكورس بتاع حضرتك ولكن هو السعر بتاعه غير حابتين. تبتد ان انت تعمل اه تعديل اه وتقلل السعر بتاعك. اعمل تعديل على السعر في اي وقت الموقع هنا. بيسمح لك بالتعديل على السعر في اي وقت انت عاوزه. اه طبعا فين بتعرف ان الناس بعد ما شافت الكورس بتاعك هي مصنفاء آآ كام نجمة. فتعرف برضو ازا كان المحتوى بتاعك عاوز تعديل. عاوز تزود بعض الفقرات. عاوز اه تعديل شوية في الصورة. عاوز تعمل ايه? فالريتنج او الريفيوز هنا مهم ليك برضو كمؤشر تقدر ان انت تحسن من خلاله المحتوى التعليمي اللي انت رفعته على الموقع. يا بقى انت هنا بتشوف كل الشغل بتاع حضرتك عندك اصلا اداش بورد رقصية من كلمة بتشوف كل الريفيوهات اللي تمت كل المشاهدات اللي اللي تمت. كل عاوز تشوف الارباح بتاعتك والكلام ده كله من هنا هي تقدر ان انت تشوف كل آآ حاجة حصلت لك. بتاعتك من هنا اخر اتناشر شهر بتزهر لك كل حاجة تمت آآ خاصة بحضرتك. تمام? يبقى دي كانت حاجة رائعة جدا. حاجة آآ سهلة. مفيش فيها اي مشكلة. ما اعتقدش ان انا شرحت حاجة صعبة يا جماعة. طيب ازاي حضرتك بتسحب ارباحك? ولو حضرتك دست على بتاعك ده ودست على كلمة هنا مش هتزهر لك طرق السحب الى لما تكون عمالة الاول مبيعات. طب ايه هي طرق السحب اللي موجودة على الموقع ده? طبعا زي ما انت شايف في تواصل اصلا مع او خدمة العملاء. آآ عن طريق التواصل معهم بتقدر ان انت تطلب ان انت تسحب ارباحك على بيونير. تحويل بنكي خاص بآآ آآ بنكك المحلي. البيبل والاسترايب. بتقدر عن طريق التواصل معهم في حالة انت اصلا اول لما ارباح بيتيجي في حسابك. بتزهر لك هنا طرق السحب. والبيبل دول الاساسيين. ولكن لو انت عاوز تسحب بيونير او تحويل بنكي بتعمل او ان انت تتواصل معهم عن طريق اليميل. انت قلنهم والله الاسترايب مش مناسب بالنسباني. البيبل مش مناسب بالنسباني. انا عاوز اصحب ارباحي على البيونير. او عن طريق تحويل بنكي مباشر في بنكك المحلي في بلدك. بتقدر عن طريق يساعدوك في طرقتين الاضافيتين اللي انت عاوزهم. ولكن الاساسي بيبقى ايه؟ البيبل ولكن زي ما قتلك خدمة الدعم هنا قلقعة جدا وهتساعدك مفيش فيها اي مشكلة يبقى انت مجرد ان ما انت حققت الارباح تقدر ان انت تعمل على طول لطريقة السحب الخاصة بحضرتك. طبعا تفيد ان انت تتابع الايميل بتاع حضرتك بقى عشان تشوف اي ايميل بيجي ان يتم الموافق على الملف التعليمي بتاعك. في حاجة محتاجة تتعدل. الكلام ده كله تقدر ان انت تتابعه بدون اي مشكلة على الاطلاق. طبعا ممكن ان انت تدوس على برضو. طبعا بعد ما بيتم الموافق على الملفات بتاعتك بتظهر بقى في الشوب بتاعك هنا. او ان انت تشوفها في بعد كده بتظهر لك في جزاية دي بعد ما بيتم الموافقة عليها. نيجي لجزاية مهمة ازاي مبارك نقدر ان احنا نعمل حساب وتس ونشتغل زي ما انت شرحت لنا. خانيني اعمل قوت مع حضرتك كده. حلوة قوي. بعد كده تلاقي في حاجة اسمها تبتدي ان حضرتك تدوس عليها بالشكل ده. بعد كده هيقول لك بكم عن اثر قوله ابلود ناو. هنا هتبتدي ان حضرتك تنشئ حساب. تمام? او تقول له جوين اس فور فري. لو انا دوس على جوين اس فور فري بالشكل ده. هبتدي ان انا احط ايميلي. هبتدي ان انا احط الاسم بتاعي او النكنين بتاعي. بعد كده الرقم السري بتاعي. اي كونفيرم ان انا اكبر من تمنتاشر سنة. بعد كده هقول له مجرد اذا ما حضرتك اكدت حسابك في الايميل بتاع حضرتك كل انت هتعمل ان انت هتبقى على الصفحة دي خلاص تقدر ان انت تشوف بتاعت حضرتك تقدر ان انت تعمل وتبتدي ان انت ترفع الملف بتاعك التعليمي بنفس الخطوات اللي احنا عملناها مع بعضينا. بس كده صديقي دي كانت كل المعلومات في حلقة النهاردة. اتمنى ان حضرتك تكون استفدت منها. اتمنى حضرتك تكون تلقية بمعلومة تهمك او تفيدك في مستقبلك وحياتك الشخصية. اه اتمنى ان حضرتك ما تكونش بخالت علي بعمل لايك. اتمنى لو لسه ما اشتركتش لحد هذه اللحظة تشترك في القناة وتفعل زر الجرس اشتراكك وجودك معنا في اسرة فكرة تانية شيء بيشرفني ويزدني شرف كتير جدا جدا جدا. اشوفكم ان شاء الله على خير في حلقة جديدة من فكرة تانية. لو في اي تعليق او اي حاجة مش مفهومة سوها لي في التعليقات وانا تحت امركم. الى اللقاء.